اشتركوا في القناة انا خلاص قلت خير واجع في عرضك بكري ضربني وكنت هموت في يده لجيت نفسي جريت وجيت على الهني عشان ما لجيتش حتة تانية روحها سبحان الله طب جدد انتي و بكري هو كل مرة بتهرب منه ما بتلاقوش غري هنا كلفي نفسك حتى انك تدوري على كتبة تاني يعني مثلا مرة خلي بكري هو اللي بيجري وانتي بتجري وراه مش حاسة ان عندها حج والله دل حصل وما بجدد ولو مجيتي عندك اتحمى فيك مدايجات اروح بايت في اي غيط وانتي كمان جاي نوي على بياتي وليه يا غزية انتي انتي يا فاطمة خسي نامي في قطة يلا غوري بجاحة ما شفتاش في حياتي قال ايه لو مجيتي مدايجات اروح انام في اي غيط مدغوري مصعد جاهز لدها بحتة نام فيها يلا مالك مبلم ليه يلا فضل ايه تسلم يا والد الاصول يا جدع مالك 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 جيت اتمن عليك يا نامير بعد مصطفى حاجة قدامي جيت يا خلي انك تجربت عالغاثونكي افموي جال أنا كنت عارفة أنك هتعمل كده يا نمير أنا مش عارف أعمليه في مرة وعيالي عزيز أنت الوحيدة اللي فهم كل حاجة أختي وعارف المشاكل اللي تبقى فوق رأس أنا ما قلت لكش تعمل حاجة عشان أنت اللي عملتك ده من نفسك ولو ندمان ولا خايف على زع المرتك يلا روح له أنا اللي ندمان ولا زفت أنا بحكي مع أختي استكتر عليها الحكي لا ماستجل عليك الند طب وإنت يا خال هتفضل جاعدة هنا على طول مش ترجع بيتك تاني أه يا راقد الآن ما فيش رجوع وآخرتها يا عساف يا أخوي عراك وتعرقت غجر زلط لمتهم حواليك على فين بعدك ده عاوز ايه وكفياك اللي تت فيه وحل واخلص ارمي لأمه ولو جليلة عاوزاك هتسيبه وترجع لو معاوزاش تغور ويجي بدلها ألف ولا ألف ولا مليون ده جليلة يا عزيزة جليلة اللي حبتها جليلة اللي ربتها على يدي واللي شوقي لها هو اللي طول في عمري في السجن أمك صاد جليلة وحمزة وما عنديش كلام تاني موسيقى